اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقة قاطنا قاطع صفير الزينة موضوع حلقة النهاردة موضوع مش تقليدي وموضوع جديد نسبيا ابقى معنا ارتفعت اسعار عظام السبية او عظام الحبار اللي بنقدمها لطيور الزينة واللي بتحصلوا منها على الكالسيوم اللازم لبناء عظامهم وتقوية المنقار وتقوية الازافر وتكوين عن قوض البيض ودي من الحاجات الضرورية جدا اللي يجب ان تقدم لطيور الزينة خاصة في فترة التزاوج ووضع البيض نظرا لأهمية الكالسيوم وكمان بنعرضهم لاشاعة الشمس علشان تنتج فيتامين دل تحت الجلد ويساعد على امتصاص الكالسيوم في الاونة الاخيرة ارتفعت اسعار عظام السبية او ازام سمكة الحبار زي ما بنقول عليها واصبحت بتتوزن بالجرام ودي عانى منها كثير من الهواء والمربين فلجأنا الى طريقة بديلة وغير مكلفة وبتعوض العصفور عن الكالسيوم النقص في اجسامه جبنا اشر البيض وعرضنا لاشاعة الشمس مدة اربع او خمس ايام لغاية ما يجف تماما بعد كده مسكنا باستخدام مدقة او مطحنة او كبة حولنا الى بودر زي الفيديو اللي موجود قدامكو خدنا البودر ضفنا على الحبوب بتاعة البالكم والفلارس والدنيبة عشان تتناول منه العصفير احتياجاتها بشكل مباشر ومن الممكن انك تضيفه لمبشور البيض المسلوق والبقسمات تضيف عليه قليل من هذا البودر هو غني جدا باملاح الكالسيوم والفصفور والماغنيسيوم والجير اللي بيحتاجه الطائر عنصر غير مكلف ما بيكلفش المربي حاجة وبنضمن تخلصه من مكروب السلمونيلا عن طريق تعريضه لاشاعة الشمس بكده هيبقى وصلنا لطريقة غير تقليدية لحصول الطائر على احتياجاته من الكالسيوم زي ما قلنا لتكوين عن قوض البيض بدون ما يغرم اي حاجة وبديل عن ازام السبية او ازام الحبار اللي ارتفع سعرها في السوق في الاونة الاخيرة انا عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا اللايك وتعمل اشتراك للقناة عشان تصدق كل فيديوهاتنا هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي هتصلنا شير الفيديو عشان يصل لاكبر عاد ممكن من المشاهدين الى اللقاء في فيديو اخر تقبل وتحياتنا من قناتنا قناة عصافير الزين اشتركوا في القناة